بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإنه يسرني أن أكون في هذا اليوم مشاركا في تقديم ورقة علمية في هذه الندوة المباركة ندوة البركة لإقتصاد الإسلامي في دورتها الأربعين والتي تدور حول موضوع الجوائح والقوة القاهرة ومقدما لهذه الورقة حول موضوع أو نظرة لمقاصد العامة والقواعد الكلية في هذا الموضوع ومحاولا قدر الإمكان إجاز الكلام في هذه النقاط التي سأطرحها من المعلوم أن موضوع الجوائح في الفقه يدور حول عدد من النصوص والحديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الحديث الآخر في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا إلى آخر الحديث يقابله أيضا في هذا المعنى حديثان آخران الحديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه المشهور في رجل الذي أصابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائحة في ثمار ابتاعها في قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه لغرمائه ثم قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أيضا الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها في المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصتها وقصة ابنها التي ابتاعت ثمرا فأصابته جائحة وفي قولها أن الرجل الذي اشتروا منه هذه الثمرة تألى أن لا يستوضعهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم له تألى أن لا يفعل خيرا إلى آخر الحديث ما موقف الفقهاء من هذه النصوص الفقهاء كما هو معلوم اختلفوا في القول في موضوع وضع الجوائح منهم من أوجبها ومنهم من أخذها على مبدأ الاستحباب الجميع يتفق على القول بوضع الجوائح لكن هناك اختلاف في أحكامها هناك اختلاف في تفاصيلها ما المقدار الذي يوضع من الجوائح إلى آخره هناك ايضا اختلاف في هل الذي يوضع فقط في الثمار أو في تشمل جميع المبيعات اختلافات معلومة ومعروفة لدى الباحثين في هذا الشأن ايضا اختلافهم في أسباب الجوائح هل هي السماوية أو آدمية إلى آخره يتفقون في كافة صور وأحوال الجوائح على استحباب وندب وضع الجائحة عن المتضرر منها أي كان حاله هؤلاء هم الفقهاء لدينا أبحاث كما هو معلوم فقهية وقانونية تناولة أحكام الجوائح والظروف الطارئة والقواء القاهرة وما في معناها لن نقف على هذه التفاصيل فهي تغني عن كثير من هذه يعني يرجع إليها النصوص الواردة بشأن الجوائح وتحديد مجالها ومدى اقتصارها على الثمار أو شموله لكل ما هو محل الانتفاع المباح وأيضا مدى اعتبار فعل الآدميين سبب ومعتد به فيها هذان الأمران كان لهم الأثر الواضح في توجه الفقهاء في تحديد أو تعريف أو إعطاء معنى واضح للجوائح الذي يظهر لي أنه من خلاصة هذه التعريفات والتوجهات يمكن أن أقول في تعريف الجوائح هي كل ضرر كان سببه عاما مفاجئا غير معتاد لا يستطاع دفعه والإنفكاك من آثاره يكون مانعا من الوفاء بالالتزامات المالية التي استقرت في الذمة مع عدم إمكان التضمين كل نقطة من هذه النقاط في التعريف لها محترز يعني بمفهوم المخالفة يخرج به محترز من هذا التعريف مصطلح الجوائح له علاقة بمصطلحات أخرى كالآفة والعذر وأيضا مصطلح العاهة عند الفقهاء له أيضا وهو قريب من المصطلحات عند القانونيين كما هو معلوم بمصطلح القوة القاهرة أو مصطلح الظروف الطارئة على الرغم من عدم وجود فرق مؤثر بين مصطلح الظروف الطارئة ومصطلح القوة القاهرة إلا أن هناك فرقا بينهما من جهتين الجهة الأولى من جهة ما يفضياني إليه فإذا أدى الضرر إلى استحالة تنفيذ العقد جزئيا أو كليا فهو قوة قاهرة وإذا كان بالإمكان تنفيذ العقد مع إرهاق للمكلة فوق العادة فهو ظرف طارئ كما يقول أهل القانون إذا لدينا تعذر ولدينا استحالة تفرق بين مصطلحي الظروف الطارئة والقوة القاهرة أيضا من جهة ما يترتب على كل منهما فالذي يترتب على تطبيق الظروف الطارئة هو تخفيف القاضي للالتزام برده إلى الحد المعقول أما في القوة القاهرة فالأثر المترتب هو انفساخ العقد وإلغاء الالتزام هناك طبعا تفصيلات في محتملات هذه الحالات لدى القانونيين لا يسعى المقام لذكرها هنا لكنها معلومة لدى الباحثين في هذا الشأن ما موقف الفقه من نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة مع اقتلاف هذين المصطلحين القانونيين في مؤداهمة إلا أنا نجد أن أحكام الفقه قد استوعبت تلك الآثار من حيث الآتي أحكام الفقه لم تفرق في وضع الجوائح بينما كان تنفيذ الالتزام فيه عسيرا أو كان مستحيلا الأثر الذي يترتب عليه مواحد والشرع في قواعده الحق المتعسر بالمتعذر الأمر الثاني أن الحكم بالتعسر أو التعذر في واقع الجائحة لا يمنع أن القاضي في القضية ينظر إليها بأسلوب التدرج في تخفيف الأثر من رده إلى المعقول إذا أمكن احتماله أو فسق العقد إذا لم يمكن لأن الحاجة تقدر بقدرها هنا أمر آخر متعلق بأسباب الجوائح نحن نعلم أن الفقهاء اختلفوا في أسباب الجوائح وفي اعتبارها منهم من عدها من اعتبر فقط أو عد الأسباب السماوية أسبابا معتبرة وتجنب عد الأسباب الآدمية الناظر في واقع كلامهم واختلافهم في الأسباب الآدمية يدرك أنهم يعتدون بما كان من الأسباب غالبا قاهرا ولذلك يعتدوا بإتلاف الجيوش في الحروب وارتفاع الأسعار وأوامر السلطان أهل القانون على عدم التفريق بين الأسباب السماوية والأسباب الآدمية واعتبار غلبة السبب وقوته أنه هو الوصف الذي يجوز إناطة الحكم به سواء في القوة القاهرة أو في الظروف الطارئة لذلك في أسباب الجوائح ننقسم الأسباب السماوية هي مثل الآفات والكوارث التي تقع بأمر السماوي ولا صنع للآدمي فيها والأسباب الآدمي هي الحوادث المتلفة التي تقع بصنع الآدمي ما أركان الجائحة؟ الجائحة بتأمل كلام القانونيين وأهل الفقه في هذا الشأن نجد أن أركان الجائحة تتلخص في ثلاثة أركان الركن الأول السببية الغالبة القاهرة الركن الثاني الأثر العام الركن الثالث الفجأة وعدم التوقع الركن الأول وسأقف عند الركن الثاني فيما يتعلق بالأثر العام أقول بهذا المسمى هو أولى من وصفنا للسبب بأنه عام بعضهم يقول أن يكون السبب عاما هنا أقول أن الركن هو الصحيح أن يقال الأثر العام لأن السبب قد يكون خاصا في وقوعه ببلد أو فئة إلا أن أثره يمتد إلى بلاد أو فئات أخرى والعبرة في هذه الحال بالأثر لأن معيار التكليف ومداره عليه الفجأة وعدم التوقع الركن الثالث بعضهم يعبر عنه بأن يكون السبب الجائحة استثنائيا أو أن يكون غير مألوف وبناء على هذا لو كان السبب غير مألوفا أو متوقعا أو كان السبب غير عام بل خاص في حال وخاص على شخص معين خاص في حال وخاص على شخص معين أو كان غير غالب ولا قاهر يمكن احتماله فإنه يخرج عن أن يسمى جائحة هناك شرط لانطباق وصف الجائحة أيضا هو شرط مهم جدا مستمد من التعريف الذكرنا سابقا وهو عدم إمكان التضمين يعني أن لا يوجد من يمكن إناطة الضمان به سواء كان شخصا معينا مختارا أو كان جهة من جهات التأمين في الوقت الحالي والذي يفهم من كلام شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله أنه جعل مدار الحكم في اعتبار الجوائح إمكان التضمين أو عدمه فلا تطبق أحكام الجوائح إلا إذا لم يمكن تضمين أحد معين أو جهة محددة هنا وقفة أخرى متعلقة بمرتبة الجوائح في الشريعة أحكام مراعاة الجوائح جاءت استثناءا من أصل من أصل عام وهو لزوم العقد فجعلته إما موقوفا أو جائزا فهل هذه المراعاة مما يندرج في مراتب الضرورات أو في مراتب الحاجات هذا التحديد مهم جدا لماذا؟ لأن له أثر في توجيه ما يترتب على هذه الجوائح من آثار للضرورات آثار تختلف عن آثار الحاجات كما هو معلوم إذا تأمن ما أورده العلماء في شأن الجوائح وصورها وأحكامها الذي يتقرر أن الجوائح أو أحكام الجوائح تقع في مرتبة الحاجات لأنها تختص بأحكام العقود والمعاوضات ولأن الباعث عليها في الأصل هو التيسير وليس الإلجاء ولأن أحكام وضع الجوائح تعد مستثنيات القواعد العامة في الشريعة ولا تعارض نصا خاصا في المنع هذا فيما ظهر لي في هذا الحال الوقفة الخامسة متعلقة بسؤال هنا وهي ما علاقة الجوائح بالمشقة والحرج الجوائح مظنة للحرج والمشقة المقصود بالمظنة يعني هي الأمر الظاهر الذي يغلب على الظن من ربط الحكم به تحقق الحكمة أو المصلحة المقصودة من تشريع الحكم إذا كان وضع الجوائح واقعا في مرتبة الاحتياج من المهم أن نؤكد على أن الحكم يتحقق بتحقق الحاجة والحاجة تحقق الحاجة أيضا يعد أمرا فيه عسر كيف نحكم إذن بتحقق الحاجة في أحوال الجوائح يعني من القواعد المقررة هنا أنه يكون تحقق سبب الجائحة الظاهر يعد دليلا على تحقق الحاجة ثم إمكان ترتب الحكم الشرعي في هذا المقام متمثلا في التيسير رفعا للحرج ودفعا للضرري أو رفعا له إذن ننظر إلى دليل الحاجة متى ما تحقق الدليل والدليل هنا هو تحقق سبب الجائحة الوقفة السادسة معنا هنا هو في إقرار قاعدة يمكن أن نتفق عليها هنا وهو أن عموم البلوة هو علة الحكم في الجوائح بتأمل أحكام أو أحوال المشقة المترتبة على الجوائح نجد أن سببها المنضبط يعود إلى ما يعرف بعموم البلوة عموم البلوة بالحادثة محل الجائحة ما عموم البلوة أو ما تعريفه أو ما معناه هو شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكريف بها بحيث يعصر الاحتراز منها أو الاستغناء عنها عسر الاحتراز منها أو تعذر الاحتراز منها وليس الاستغناء عنها الشمول في عموم البلوة قد يتعلق بأفعال المكلفين كالمعاملات المانية وقد يتعلق بالأحوال العالظة كما في أحوال الأمطار العامة وقد يكون الشمول متعلقا بفرد واحد ولكن في أحواله العامة أو متعلقا بفئة معينة كالتجار أو الأطباء أو بعموم الأمة في عموم أحوالهم أيضا الحوادث في عموم البلوة وقد تكون من قبيل ما يعسر الإنفكاك منه وقد تكون مما يتعذر الإنفكاك منه يعني يستحيل وهذا يدخل في أيضاً ينطبق على أحوال الجواح إذن متى نقول أن هذه الجائحة مما تعمم به البلوة؟ اعتبار عموم البلوة في الجائحة هو علة الحكم فيها وهذا مقيد بشروط الشرط الأول أن تكون الجائحة متحققة بالفعل الشرط الثاني أن يكون الترخص في الجائحة مقيداً بما يدفع الحاجة دون زيادة الشرط الثالث أن لا يكون التلبس بسبب الجائحة مقصوداً من المكلف وقد نعبر عنه بأن يكون سبب الجائحة قاهراً لا تبقى للمكلف معه أو لا يبقى للمكلف معه اختيار في الجملة الشرط الرابع أن يكون سبب الجائحة طارئاً غير متوقع ولا مألوف وهذا مكمل للشرط الثالث الشرط الخامس أن يكون الفعل محل الجائحة مأذوناً فيه شرعاً هذه الشرط إذا تحققت ربما نقول أن الجائحة تدخل فيه وتنطبق عليها أحكام عموم البلوى الوقفة السابعة ما أبرز المقاصد والمبادئ الشرعية في أحكام الجوائح والقوة القاهرة هناك عدد من مبادئ في الشريعة وأحكام الفقهة التي نستنبطها وتظهر لنا من خلال تأملنا لأحكام الجوائح من أبرزها وسنعرض هنا لأبرزها فقط المبدأ الأول مراعاة المصلحة ومرونة الأحكام قبل قليل سبق أن قلنا أن أحكام الجوائح تستند إلى ما يعرف بمصطلح عموم البلوى عموم البلوى يعد الاستناد إليه أصلاً عظيماً وباباً واسعاً من أبواب مراعاة مصالح الخلق أو مراعاة مصالح الخلق في الفتاة والأحكام وهو من أهم الأسباب المؤثرة في ظهور ما يعرف بفقه النوازل المتعلق باستنباط الأحكام الفقهية فيما يجد من حوادث لم يؤثر عن الفقهاء المتقدمين لهم اجتهادات فيها يرجع ذلك لأن عموم البلوى يعد أكثر مناطات الأحكام المتعلقة بالتيسير وقوعاً وتأثيراً وأكثرها قبولاً للتغير والتبدل في ذاته بناء على هذا فإن القول بتطبيق أحكام الجوائح في العقود أيًا كان محلها ومراعاة الأسباب الغالبة القاهرة سماوية كانت أو آدمية عامة كانت ببلد أو ببلاد أو خاصة بطائفة أو بفرد هو الأقرب والأنسب بطريق النظر القياسي المصلحي في هذه الأزمنة لمقاصد الشريعة في رفع الحرج والتيسير على المكلفين المبدأ الثاني الحاكم أيضاً في هذا الشان في أحكام الجوائح مبدأ مراعاة التغريب والتقريب في الأعدار والظنون وهذه قاعدة في الشريعة عرفت بقاعدة التغريب والتقريب وهي من القواعد المتقريرة شرعاً التغريب والتغريب هنا في هذه الأحكام الجوائح يظهر في جانبين الجانب الأول جانب احتمال وقوع الضرر والمقصود بذلك أن وقوع الضرر يجعل احتمال وقوع الضرر غالبا في حق أحد طرفي العقل الجانب الثاني مجاوزة مشقة الجائحة للمعتاد وخروج المشقة عن المعتاد وتجاوزها للمألوف يرجع تقييمه لمعتاد الناس في تحمل هذا النوع من المشاق أو بتقريبها المشاق المشابهة لها إما اعتبره الشارع في جنسها المبدأ الثالث مراعاة مبادئ الإحسان والعدل والرضا في العقود التجارية فمبدأ العقود فمبدأ نحن نعلم أن المبدأ المعادلة والمساواة بين الجانبين مبدأ بنيت عليه العقود فلم يبذل أحد طرفي العقل ما بذله إلا ليحصل ما طلبه والمقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض فيكون من أكل المال بالباطل أخذ العواضين دون سليم العواض الآخر الشارع عندما أمر بالعدل قرنه بالإحسان كما في قوله تعالى إن الله يأمره بالعدل والإحسان العدل يجري في تطبيق أحكام الشريعة الإحسان هو تطبيق للقاعدة الأخلاقية التي يندب إليها لأجل التخفيف ويرتبت بذلك مبدأ الرضا في العقود هو الأصل الذي يجب أن يعتمد عليه في إبرام العقود وهو منشأ قوتها المنزمة إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أدى التعاقد إلى قاعد ضرر الفاحش وغير المتوقع بطرفه العقد هنا ينتفي مبدأ الرضا الموجود وبناء عليه نحتاج إلى تطبيق مبدأ وضع الجوائح هنا لدينا وقفة ثامنة متعلقة بأبرز القواعد المؤثرة في أحكام الجوائح والقوة القاهرة إذا نظرنا في تأمنا أحكام الجوائح سنجد أن لدينا جملة من القواعد الفقهية ذات العلاقة المباشرة وهي قواعد كلية لها علاقة مباشرة بأحكام الجوائح أولى هذه القواعد وأشهرها قاعدة ما عمت بليته خفت قضيته وهذه القاعدة مرتبطة بتطبيق مبدأ عموم البلوى ونحن نعرف أن عموم البلوى يظهر في أمارات معينة أو معرفات منها عسر التخلص من الشيء في ذاته وتكرار الشيء وتجدد وقوعه وشيوع الشيء وانتشاره وامتداد زمن وقوعه ويسر الشيء وتفاهته عموم البلوى هو يمثل أعلى درجات الاحتياج لذا فإن الحاجة هي المقدار المتعين في ميزان المشقة في عموم البلوى وحينئذ ينبغي أن نجري شروط تطبيق الحاجة أو إعمال الحاجة في ما يتعلق بأحكام الجوائح القاعدة الثانية قاعدة ما ضاق أمره اتسع حكمه وأيضا هذه القاعدة هي في المعنى قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وهي أنه تعني أنه إذا حصل الضيق والحرج على الخلق في واقعه فإنه يوسع عليهم ويخفف عنهم بما يضمن دفع الضيق عنهم وهذا هو الشيء المتقرر في الجوائح القاعدة الثالثة قاعدة الضرر مرفوع وموقوف أفضل قاعدة الضرر مرفوع ومصروف وهذه القاعدة تعني أن الضرر تجب إزالته وهذه الإزالة إما أن تكون بدفعه قبل وقوعه حسب الوسائل الممكنة أو برفعه بعد الوقوع هذه القاعدة وإن كانت مطلقة في لفظها إلا أنها مقيدة في واقعها استثنى منها الضرر الذي أذن الشرع في إيقاع العمل المجتمل عليه والضرر المعتاد الذي لا تخل منه المعاملة وما رضي به المكلف مما كان متعلقا بحقه هو سواء كان إذن صريحا أو دلالة ولهذا سيخرج من ذلك أضرار التي في الجوائح التي تنطبق عليه هذه الأمور الثلاثة فلا تدخل في قاعدة الضرر مرفوع ومصروف الضرر هنا قد أيضا يكون حقيقيا وقد يكون حكميا الحقيقي ما يتعلق بذهاب العين وتنعد موجودها كليا أو جزئيا الحكم هو أن لا تذهب العين لكن يتعذر استفاء النفع منها أو يتعذر تسليمها القاعدة الرابعة قاعدة الظن في باب جلب النفع ودفع الضرر قائم مقام العلم نحن نعلم أن الضرر في موضوع الجوائح في الغالب يكون ضررا محتملا وقوعه أو لا يجزم بوقوعه إلا أن الشريعة قد أقامت الضن مقام العلم في جوانب دفع الضرر بسبب حرص الشريعة على جانب جلب النفع للخلق وهذه القاعدة قاعدة مظهر من مظاهر التيسير على المكلفين هناك كثير من الوقاع لا يمكن الوصول إلى الجزم فيها لعدم إمكانه من ناحية العملية إذن لم يكن أمامنا إلا الضن أو غلبته لتحقيق العمل بالتكليف القاعدة الخامسة هي مرتبطة بالقاعدة الرابعة قاعدة التنزيل المظنة منزلة المئنة وهذه القاعدة تعني أننا نعمل بالضن أو محل الضن إذا يتعذر اليقين وأيضا هذه القاعدة لها قيود ولها شروط محددة في بابها نحن إذا تأمننا الجوائح فإن نجد أن الحكم المتعلق بوضعها قد تمت إناطته بوقوع الجائحة التي هي علة الحكم وهي مظنة الحكمة من تشريع الحكم هنا أيضا روعية مبدأ الرضا فيها وهي المئنة التي يرتبط بها الحكم حقيقة في حال ظهور الرضا بحال الجائحة من صاحب الشأن من المتعاقدين لا يقال بوجوب دفع الضرار أو رفعه لأن هذا حقه وقد رضي بإسقاطه لكن فيكون هذا مانعا من إقامة المظنة مقام المئنة في هذه الحال القاعدة السادسة والأخيرة قاعدة عقود معاوضات مبناها على المعادلات تحقيق العدل بين المتعاقدين في عقود المعاوضات أمر مقصود للشارع كما هو معلوم مما ينافي العدل ويكون من أكثر الأموال للناس بالباطل أن يستوفى أحد العواضين بدون تسليم العواض إلى آخر إذا تأمننا أحوال الجوائح سنجد أنه إذا أتلف المعقود عليه قبل التمكن من قبضه لم يجب على العاقد المشترين أو مستأجرون ونحوهما دفع الثمن أو الأجرة لأن الأصل في العقود العدل من الجانبين وتسلموا كل منهما ما عاقد عليه حتى يحصل له ما حصل للآخر فيتحقق بذلك مبدأ المعادلات في المعاملات هنا بعض الخواتيم التي نريد أن نشير إليها مر بنا في بداية كلامنا في هذه الورقة موضوع الأحاديث الواردة في شأن ضبط أحكام الجوائح نحن نعرف أن الفقهة اختلفوا فيها بين أن يكون بعضها في حكم الإجابة وبعضها في حكم الندب لكن في رأيي أننا إذا حملناها على جمعاً بين هذه الأحاديث الموجبة وبين الحاديث التي نحمل معناها على الندب عند بعضهم إذا حملناها على مبدأ التدريج في تطبيق أحكام الجوائح سيكون في هذا جمع بين الأحاديث بمعنى أن القاضي يلجأ إلى تطبيق مبدأ الاستحباب في تطبيق أحكام الجوائح بحسب حال الجائحة فيتدرج إن كان ضررها ممكن احتماله ويمكن أن يحتمله صاحب الالتزام فيمكن أن يتدرج مبدأ الاستحباب ثم ينتقل مبدأ الوجوب فيما إذا كان حال الضرر قاهراً شديداً ويصل إلى مبدأ ما يسمى بمبدأ القوة القاهرة فيكون فيه توافق بين أحكام الشريعة وبين نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة فالظروف الطارئة قد تدخل في باب الاستحباب إذا كان أمكن تحمل الضرر أو جزء من الضرر والتدرج في تطبيقه في هذه الحال ثم ينتقل إلى ما إذا كان الحال قوة قاهرة فيجب هنا في هذه الحال تطبيق مبدأ الجوائح فيكون تقريباً هناك توافق بين النظرتين الشرعية والقانونية في هذا الجانب فقط يحتاج إلى أن نجمعهما في نظرية واحدة الخاتمة الأخيرة متعلقة بـ هل تشمل الجوائح؟ الحاجزة المتعلقة بشخص واحد استشكل بعض الباحثين في الشريعة المعاصرين وأيضاً بعض القانونيين أن بعض الحوادث لا تدخل في مفهوم الجائحة باعتبار أنها ليست جائحة عامة ليست بحسب الشرط المذكور والسبب المذكور من أركان الجائحة وأن يكون السبب عاماً وأخرجوا الحالة الخاصة بشخص واحد في حال واحد إلا أن حقيقة إذا قلنا في أركان الجائحة الأثر العام كركن ثم أيضاً هنا طبقنا مبدأ عموم البلوة فسيندرج في ذلك حال الشخص الواحد إذا كانت الجائحة عامة لأحواله إذا كانت الجائحة عامة لأحواله في هذه الحالة سيدخل معنا في أحكام الجوائح ونخرج بهذا من الإشكال الذي وجد عند بعض الباحثين المعاصرين والعلماء المعاصرين من علماء الشريعة أو من أيضاً الباحثين المعاصرين في الفقه أيضاً بعض القانونيين وجد إشكال في هذا الشأن نخرج منه بتطبيق مبدأ عموم البلوة والقول بأنه العلة التي يناطب بها الحكم في الجوائح وبهذا تنخرج من هذا الإشكال الموجود في قضية كيف يكون السبب عاماً ثم نخرج منه الحالة الخاصة بشخص واحد وقعت عليه الجائحة بهذا أختم الكلام أردت قوله وسرده في هذه الورقة ولجأت فيها إلى الإجاز كما هو ظاهر البسط والإضاحة موجودة في الورقة التي أرجو أن يكون الزملاء قد نشرها في موقع هذه الندوة وفي ختامها أشكر للزملاء القائمين على هذه الندوة دعوتهم لتقديم هذه الورقة وأسأل الله تعالى أن يكون فيها النفع والتوفيق والتسليد والبركة وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة